ما كلف الله نفسا فوق طاقتها ولا تجود يد إلا بما تجي يعني هل المثيل اللي تعطيها أختك ولا الفاتورة اللي تسددها عن أبوك بعض المرات ولا للف اللي تعطيها أبوك كلها أمور جميلة وتحمل معاني عمير باستغل فرصة أنها أسعفتك الحياة وساعدتك الظروف بأن تمكنت من البذل والعطاء مع وجود من تحب يعني أنت تدخل بيتها الحين تلقمك تصلي في الصالة وخواتك قرقع في المطبخ واخوه النايم في المجلس واخوه النايم في المقلب وبوك داخل مع مقاضي وجدك تقل خران في الشمس تعتقد أن هالاجتماع رائع يبي يبتل ترى الدنيا ما فيها مطولة وسريعا اختلافها وعجل نتغيرها كلها عشر سنين خمسة عشر سنين ثم ما تلقحت اللي مات واللي راحت حتى أخوانك ترقى هذا مبتع ذنب ما يجي في السنتين إلا أسبوع وهذه عرست وراحت ولهت معت تشوفها إلا في العيد وفي الغالب أن بعد الأم جميع المحاولات الاجتماع تبوء بالفشل ثم تختناع بالشتات نبكي على الدنيا وما من معشرين جمعتهم الدنيا غام يتفرق الحق أراك عقوب تبي تمر بيتكم عقوب ذاك الاجتماع والحنة والرنة والداخل والطالة تلقى طائفة اللمبات ومظلم ومغبر توقف، تأمل، تفكر، تحس أنك أضعتها كثير من الفرص لأنك بعدين تم يتأكد أنهم كانوا الأصدق والأجمل أول أن تتدارك وترسم ذكريات جميلة عم تحب قبل رحيلهم وتشتتهم واستغنائهم وعرف أنك بحاضرك الآن ترسم الماضي لنفسك اليوم هذا هو الماضي بعد عشر سنين وصناع لك ماضي جميل يجعل لك مواقف وذكريات وحكايات تعلقها في متاحة الذاكرة مواقف تؤنس وحشتك في قابل أيام ترى الماضي الجميل فيه دفء وفيه أُنس واللي ما لهول ما لهول ولتا